بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنبدأ في شابتر جديد وهو السيري نيميريك فهذا السيري نيميريك وشوما وهي عبارة عن إنسوم هي مجموعة تعريف إنسيري نيميريك هي مجموعة بصحة المجموعة هي مجموعة حدود متتالية حتى اللينفين سيبون لكن نشوفها كيفية هذه السيري نيميريك يقول لك تنكتب من هذا الشكل يعطيك هكا للصوم من الآن إيقال 0 تاع U-N حتى اللينفيني تاع U-N هادي واش معناها؟ معناها هذه تددي U0 بعد U1 من بعدها هي رايحة حتى اللينفيني دونك هي U0 plus U1 plus بعد plus حتى اللي plus U1 plus U1 وما تحبش تددي تكمل حتى تروح اللينفيني كا ما تحبش دونك هادي كمرة كم تشوفوا فيها هادي كمبلة هادي عيطولها إنسيري نيميريك ليه هي عيونا هادي كمبلة هادي يقول لها إنسيري نيميريك ده ترم جنيرال U-N هذا هو التمجينيات تحقيق وهادي الـ U-N هي إنسيري نيميريك لازم تفرقوا ما بين السيري نيميريك وسويت نيميريك سويت نيميريك هي هذي اللي هي الداخل الـ U-N والسيري نيميريك هي لصوم هذي تاع الـ U-N من الآن إيقال 0 حتى اللينفيني دونك الهدف من هذا الشابية ترقى ثاني غادي يدور على كلمتان باك عادي يعطيك إنسيري نيميريك كما كنت فيها هاكا ويقول لك هاكا كونفرج ولا ديفرج هاكا راي متقاربة ولا متبعدة متقاربة معنا ها ريت لصوم بتاحها راي ترح عدد عدد معين ديفرج جزع من ها لصوم بتاحها تعطيك اللينفين صح فأول الطرق باش تعرف هاكا كونفرج ولا ديفرس أول الطرق هو الكالكول تاع هذيك الـ U-N تاع هذيك لصوم من الآن إيقال 0 بلوس لينفيني U-N هذي أول الطرق أنك تكالكولي هذيك لصوم تطيبها عدد ولا لينفيني إذا كانت عدد تقوله كونفرج إذا كانت لينفيني تقوله ديفرس فكيف أن نحسبوها شوف هو غادي يعطيك هذيك لصوم بتاع U-N من الآن إيقال 0 حتى بلوس لينفيني تاع غادي تارك عرب بلية أمال U-Zero بعد U-N بلوس U-N بعد حتى بلوس U-N بلوس U-N بلوس حتى تروح لينفيني متاح بشهنين فأول الطرق يقولك بك هذيك لصوم مبليكة على هذي أول الطرق يقولك حطا بك تходитك تحسب هذيه لصوم من الآن إيهزيرو حتى الـ U-N لصوم تاعك تأمنها حتى الهني حتى الهن فينى سيقولك هذي الطريقة كيف تحسبها تحسب الطرقات الحساب إذا أول الشيء يجب أن تحسب لصوم من الآن إيهزيرو والآن سوف نسموها هذه اللصن من E0 E1 سوف نسموها SN وهذا يساوي لك اللصن تعمل K إقال 0 حتى N كما هذا ينطلق من 0 أو 0 1 2 ونحبس حتى N تعوش تع الUK تعالك نحسبوه E0 حتى UN من بعد المرة هانتا غادي تتسبب هذه الحياة النتيجة هذه النتيجة التي تسببها يقول لك دلها للميت تع هذه الليستها تع هذه SN هذه اللصن لما انا أخذها زادة للميت تع més هذه النتيجة التي تسببها ما هي إلا لصن super Thorem هذا مهم جدا مهم جدا لازم نعرفه فالنتيجة اللي غادي تعطيهاك هذه S هذه اللي غادي تعطيها لك شا قلت لكم غادي تكون لك حالتان إما تكون لانفيني ولا تكون عدد ثابت إذا لقيتها لانفيني تقوله إذا لقيتها عدد ثابت تقوله فهذه هي الطريقة تقالكول باش نعرفها فهذه الطريقة تستعمل كيكون الحيثة تع S هذي كالS يكون سهل لك تحسبها بسهولة دون قادي تستخدم هذه الطريقة في الحيثة القادمة غادي نحلو عليها الإجزيرسيس ونشوفو كيف نحسبوها عمليا السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بارك إذا سبتم الفيديو ما تنساش لايك و سبسكرايب على القناة باش تعاون نكمل معاكم من أشحابين حبثوني و ما تنساش ثاني تشاركوا الفيديوهات مع أصحابكم وبالتوفيق للجميع